نطمم برضو الناس ان الغاز الطبيعي غاز لا يسبب اختناق ابدا ومضاف له ريحة في حالة اي تصرب بتنبه العميل ان انا عندي تسريب في المكان ده ومال ايه بقى مشكلة الاول اكسيدي الكربون اللي احنا مسميينه القاتل الصامت اول اكسيدي الكربون بينتج نتيجة احتراق غير كامل يعني ايه بقى احتراق غير كامل يا باش مهندس هي المدخنة السخان المفروض ان نبقى له مدخنة ولو هواية احنا بنحرق الغاز الطبيعي جوه السخان عشان نسخن المية طب بينتج عندنا عوادم العوادم دي المفروض انها تخرج من المدخنة طب الاكسيدي او الهواء اللي المفروض يتم عملية الاحتراق بيجي منين بيجي من الهواية بيحصل دايما عندنا في فترات الشتاء ان الناس يعني بيكسفوا العمل بالسخنات وساعات ما يعملوش صيانات وساعات بحجة ان الهواية دي بتدخلي سقعة او بتدخلي اسل سلكي بتاعهم مقطوع بيتدخلي حشرات دي هواية جوه ما عليش يا فندم دي هواية في السخان نفسه لا يا فندم انا بركب السخان بركب له هواية تحت السخان دي مصدر هوا اكسوجين وعندي المدخنة بتسحب العدم من فوق السخان تخرجوا برا المشكلة بتبقى عندي حاجة من اتنين لو انا كتمت العدم ده يعني سديت المدخنة او ركبت مدخنة غير مطابقة للمواصفات عن طريق اي حد برا الشركة الحاجة التانية ان انا ممكن اسد الهواية بعض الناس بتقولي اصلا بيتدخلي حشرات طيب ما انا يعني بتدخل حشرات او كلام من ده يبقى ان تصل بالشركة تيجي تستبدل الهواية اللي فيها السلك مقطوع ده ومبالغ زهيدة جدا يعني الهواية دي تمانها 85 جليد ايوا بس ما هي طبعا الفتحة دي برضو بتدخل حشرات فازاي برضو ممكن تدخل هي الهواية السليمة لها يعني سلك بمنع بقول اي حاجة المشكلة انها بتتقطع فالرجل بروح ساددها متخيل ان هو كده يعني ايه منع المشكلة اللي ده خلالها او خايف عايز يوفر مش عايز يدفع تمن هواية جديدة اقرب تمنع او خامني مدينة